دي قصة إن كاميرا جهاز الكمبيوتر أو التليفون يقدروا يرقبونا وإيه الحكاية دي؟ وفي ناس بتدت تحط ستيكر على كاميرا اللابتوب علشان تبقى حسن نفق من أكتر مضبوط يعني حتى الإجراء البسيط اللي حركوا لطيه لوقتي ده إجراء يعني حتى يعني إن إحنا لا نسق في أي جهاز سواء جهاز الموبايل أو جهاز اللابتوب طالما هو متصل بشبكة الإنترنت ليه؟ لأن الإختراق الأجهزة الشخصية شيء بقى يعني من سمة التطور وبقى من سمة وفقا لتطور التكنولوجي والاعتماد على يعني خلاص إحنا منعتمد على الموبايل 24 ساعة كل أعمالنا جزء كبير منه على الموبايل أو جهاز اللابتوب طيب هنا إيه اللي بيحصل؟ الموضوع ما لهش علاقة بس بالكاميرا هو ليه علاقة إن لو تم اختراق الجهاز الشخصي قد يحصل تحكم عن بعد في هذا الجهاز يعني يتحكم عن بعد إن أنا أقدر أوصل لبعض البيانات بعض الصور بعض المعلومات أقدر أتصفح بعض المحادثات في بعض التطبيقات أقدر إن أنا أوصل للكاميرا يعني عشان لبسط للسادة مشاهدين في بعض التطبيقات لما بتيجي تنزل على الموبايل بنلاقي إن هي وغد خاصية سماح لي الكاميرا أنها تشتغل كلهم وأغلبهم دلوقتي يعني في بعض التطبيقات بيدخل الجاليري وبيدخل شوف الكاميرا لكن في تطبيقات مش بتحتاج إنها توصل لي حتى إحنا بنقول لما تطبيق مش محتاج يوصل للكاميرا فليه موجود في الخاصية الخاصة بين هو سماح لي تشغيل الكاميرا نخيف بقى يعني دي نوايات دي من التطبيقات لازم أبع بس بأخد وقت كده راجع التطبيق ده أنا محتاج أنزله لي على الموبايل وعايز أعمل بإيه وهون محتاج يوصل إيه يعني بعض التطبيقات بتقول إن أنا عايز أوصل لي الكونتاكت لست أو قيمة الاتصال اللي عندي مع إن هذا التطبيق أنا مش محتاج إن هو يوصل لقيمة الاتصال أعمل إيدت مثلا على صور فأنت عايز الكونتاكت اللي عندي فالتالي هو البرنامج ده عايز ياخد أو يستدعي بينات من الجهاز طيب ده دي نوعية من التطبيقات إحنا لازم ناخد بنا منها طيب ايه اللي بيحصل بقى مشكلة كبيرة جدا وقد تصل الى يعني اكتر من 70% من الاختراقات الهتف المحمول بتوصل لان احنا طول الوقت على السوشيال ميديا وطول الوقت على الواتساب بيجينا رسائل بنشوف اعلانات مزيفة بنشوف يعني جملة وصورة وبتخليها تكتذبنا ان احنا ندخل على رابط معين مجرد ندخولي على الرابط ده ان انا كده حصل اتصال ما بيني وبين طرف اخر قادر ان هو يبقى فيه تطبيقات ضرة تنزل على الموبايل بتاعي من غير ما اعرف يعني نلاقي بعض المستخدمين يقولوا ان الموبايل بتاعي انه فيه تطبيق على الموبايل انا الحقيقة ما نزلتوش او يعني لقيته على الموبايل بتاعي والخصائص الخاصة بالتطبيق ده هلاقي انه هواخد كل خصائص اللي ممكن يعني يتحكم في الموبايل تماما وحرك ما تعرفش وفيه سؤال دايما هو انا اعرف ان انا مخترق او لا الاجابة دايما بتاعتي بتبقى صادمة لا يعني فيه تقول الموبايل بيسخن الموبايل بيهنج يعني ده ده يعني مش مالوش علاقة يعني يعني مش ده معناها ان الموبايل بتاعي مخترق ولكن احنا دايما بنقول لقاعدة عامة لو انا حسيت الموبايل بتاعي او دست على اي رابط بدون حتى يعني غزب عاني على مناصر التواصل الاجتماعي او جايلي في رسالة واتساب او مسانجر او خلافه ارجع الشيء لاصله اعمل يعني ضبط مصنع للموبايل بالكامل يعني مخرجش منه على طول ده الحل احنا بنجري نخرج منه على طول وخاصبة كده خارجت وعمل اللوك بتاع الموبايل لا وفيه مشكلة تانية في بعض الروابط الخبيب بدخل على مثلا انزل تورنت او يعني او انزل افلام اللي احنا بنقول يعني ده يعتبر نوع من الصرقة يعني اللي هو ان انا اخد فيلم مثلا وانزله من موقع اخر الاقي يعني عشان نزل فيلم ده من موقع اخر يوديني مثلا يفتح تلات مواقع ولاقي دخلت في كم من الروابط انا ما بقيتش عارف ارجع لي الروابط الاصلي وانا بعمل كده في المرحلة دي قد ان انا خلاص قابة تم تصيودي او تم يعني زي ما احنا بنقول ان تم اختراق الموبايل بشكل مال لان الاختراق يعني نوعية ولكن هو الهدف من الاختراق ايه